ملف تاني مهم جدا ويمكن فيه كواليس وتفاصيل قد تكون خطيرة على مستقبل الدوري هذا الموسم الاتحاد الافريقي كان عنده اجتماع بالامس استمر اكتر من حوالي اربع ساعات اجتماع للجنة مصابقات الاندية والترخيص ليه؟ اعلان واعتماد اسماء الاندية لها تشارك في المصابقات الافريقية المسلم مقبل دوري ابطال وكونفيدرالية وتم اعتماد رخص العديد من الاندية وتم رفض رخص العديد من الاندية ولكن خلينا نتكلم على الشأن المصري او الجانب المتعلق بالاندية المصرية ان فيه اندية كبيرة مش عقولي اسمها دلوقتي تم رفض رخصة مشاركتها في المسابقة الافريقية المقبلة اندية خارج مصر مش اندية مصرية وفي منها اندية عربية بس مش هتكلم في التفصيلة دلوقتي خلاني الكلام على نديا المصرية الأهلي زمالك بيراميدز المصري تم اعتماد الرخص وتم اعتماد مشاركتهم في دور الأبطال والكونفيدرالية الموسمي اللي جاي اللي هينطلق بإذن الله منتصف الشهر الجاي اتحاد الكرة عمل خطوة غريبة جداً ليه؟ اتحاد الكرة بعت للاتحاد الإفريقي قال له الأهلي حامل اللقب فبيشارك في دور الأبطال والزمالك حامل لقب الكونفيدرالية فبيشارك في كأس الكونفيدرالية ومع الأهل البيراميدز لأن نتائج الدور الأول حتى الآن هو الوصيف أو هو يعني بعيد عن الزمالك وعلى الجانب الآخر المصري سيشارك مع الزمالك طبعا الاتحاد المصري عمل لقطة غريبة شوية ليه؟ لأن ليحة الرابطة بتقول إذا طلب الاتحاد الإفريقي أسماء الأندية المصرية للمشاركة في المسابقات الإفريقية ولم يتم الانتهاء من الدوري يتم اعتماد نتائج الدور الأول بالكامل فور انتهاءها طيب هل الدور الأول خلص؟ لا لسه طيب إيه المشكلة؟ المشكلة أن القرعة يوم الخميس اللي جاي بعد بكرة النهاردة الثلاثة القرعة الخميس بعد بكرة اللي هو وفق كام يوم حداشر سبعة طيب ما الدور الأول خلصان نتائجه والقصة خلصانة أنت عامل مشكلة ليه وأزمة ليه؟ لا الدور الأول على الورق؟ على الورق لسه هيخلص يوم تمنتاشر سبعة فيه مباراتين مؤجلتين من الدور الأول الزمالك والبلدية والأهلي ومودرن فيوتر اللي هو حاليا مودرن سبورت طب هل ده برضو ممكن يؤسل على نتائج الدور الأول؟ لا ولكن على الورق الليحة بتقول تبعث الأسماء فور انتهاء الدور الأول بالكامل والدور الأول لسه لم ينتهي متبق فيه مباراتين والقرعة يوم الخميس والمباراتين دول هيتلعبوا بعض القرعة بأسبوع وبالتالي ليحة الكاف ولايحة الربطة في الحالة دي بتقول إيه؟ ابعت أسماء أندية الموسم الماضي اللي هو نفس الكلام الأهلي وبيرامدز والزمالك ولكن مش المصري هيبقى مودرن سبورت هل ممكن نشوف اعتراض في الساعات اللي جاية؟ الله أعلم هل الكاف ممكن يجيله إيميالات بشأن الموضوع ده؟ الله أعلم ولكن أنا بقول لكم قرار رسمي أن القرعة الخميس ولايحة الربطة مخلفة للقرار اللي خده الاتحاد أنه بعد المصري رغم أن الدور الأول لم ينتهي على الورق تبقى لللايحة بكامل مباراته ده جانب الجانب التاني وهو متعلق طيب لما بتشارك الأندية المصرية وبيتم اعتماد مشاركتها بيبقى عندك التصنيف مين هيتم إعفاءه من الدور التمهيدي الأول ومين هيلعب الدور التمهيدي الأول لأنه مش مصنف طبعا لما تلاقي الأهلي والبيرامدز والزمالك والمصري ممكن تقول كده من بعيد اللي أربعة مصنفين فيلعبوا من الدور التمهيدي التاني في شهر تسعة وياريت يحصل ده عشان من أقعشف أزمة في شهر التمانية ولكن أنا عايز أقول لك لا يعني وقعت الراس في الفاس زي ما بيقولوا كده المثال البلدي الدنيا بزت ليه؟ في دور الأبطال الفاس في الراس أنا في الأمثال البلدي مليش فيها قوي وقعت الفاس في الراس طيب دور الأبطال حصل في إيه؟ في تسعة وخمسين نادي تم تأكيد مشاركتهم في دور الأبطال خدوا مني الأرقام دي بشكل رسم تسعة وخمسين نادي هيشاركوا في دور الأبطال طيب كم نادي هيتم إعفاؤه؟ بتتحسب إزاي؟ كل ما يكون عدد الأندية المشاركة كتير كل ما يكون عدد الأندية المعفاء وليلة لما يبقى تسعة وخمسين نادي يبقى أنت ترجع كده بالعدد اسحب خمسة هيتبقى أربعة وخمسين تقسم اللي أربعة وخمسين على اتنين هتتلعب سبعة وعشرين مباراة عشان يتأهل سبعة وعشرين نادي تضيف عليهم الخمسة اللي تم إعفاؤهم يبقى تنين وثلاثين ده الدور التمهيد الثاني شفت الحزبات تتحسب إزاي؟ عندك تسعة وخمسين نادي هيشاركوا في شكل رسم شيل منهم خمسة هيبقوا أربعة وخمسين إياس من الاربعة وخمسين نادي على اتنين هيطلع سبعة وعشرين دول سبعة وعشرين فريق هيتأهلوا من سبعة وعشرين مباراة ضيف عليهم الخمسة اللي احنا سحبناهم عشان نتم يعفعهم هيبقى 32 ده الدور التمهيدي التاني طب من الخمسة الاعلى في التصنيف بالترتيج كده الاهلي الترجي مامولي دي سانداونز مازينب الكنغولي بيترو اتليتكو الانجولي دول اللي تم يعفعهم من الدور التمهيدي الاول اللي هيتلعب في شهر 8 شهر 8 اللي هو موعده امتى؟ 16 17 18 8 والاياب 23 و24 و25 8 دي موعد افريقيا في شهر 8 يبقى الخمسة دول مش هلعبه المطشدية وبالتالي بيراميدز هيلعب الدور التمهيدي الاول في شهر 8 طيب روح على الكنفيدرالية ازا مالك معفل انه تصنيفه اعلى بطن البطولة وتصنيفه اعلى بالمقنب الفرق اللي مشاركة في الكنفيدرالية فبالتالي ما عندوش مشكلة طب المصري بعيد فهيشارك في الدور التمهيدي الاول فانت عندك نادي ام المصر هيلعب الدور التمهيدي الاول امتى احد ايام 16 17 18 8 الزهاب وده بره مصر والاياب 23 24 25 8 ده في مصر طب ايه المشكلة وازا ما بيقوله بقى المثل الفاس وقعت في الرأس قلت المثل صح المرة ده هو الدوري اخر جولتين هيتلعبه الاسبوع ال33 يوم 14 8 والاسبوع ال34 يوم 18 8 ده داخل في نفس توقيت مطش الزهاب في الدوري التمهيدي الاول وبالتالي اتحاد القرى مقبر يأجل لبيرامدز والمصري اخر مرحلتين في الدوري يبقى الدوري رسميا مش هيخلص 18 8 انا بقول لكم كلام رسمي هينشر في الساعات اللي جاية من موقع الكاف ويحدد معاد القرى وتعرفوا الاندية المعفاة فدي مشكلة كبيرة جدا وهتبقى اكبر اذا فضلت المنفسة بين الاهل وبيرامدز لغاية اخر اسبوعين في الدوري لانك لو اجلت البيرامدز هتضطر تأجل الاهل عشان تكافق الفرص فانت الدوري رسميا بالحسابات دي مش هيخلص 18 8 هتتأجل بقى لاخر اسبوع في 8 لأول 9 الله اعلم عموما دي موقف الاندية المصرية اللي اتخلص تأكد تأهلها كمان باتكلم على فكرة القرى يوم الخميس والاهل معفي والزمانك معفي ومش هيلعابه المطشاط في 8 هيلعابه في شهر 9 والقيد بدأ لبيرامدز المصري اليمون دول ولازم يسجله قبل 20 سبعة في ظل غلق القيد المحلي فاصل ثم نواصل